مرحباً جميعاً جميعاً الكثير من المعلمين عندما يستطيع العلمات والمثالات لذلك لنستطيع العلمات بالفيديو طيب انا قلت ايه انا قلت الاول ازايكو كلكو وحشتوني قلت ان معظم الطلاب بيبقى عندهم مشكلة في حفظ او معرفة الارقوم ورموز الرياضيات لذلك يلا بينا نتعلم الارقوم بطريقة بسيطة مع الفيديو السهل البسيطة we use 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 طيب انا قلت انتو اولاد شطر جدا وقمتو بشغل حلو قوي يلا بينا بقى ناخدو نفسنا كده ونبتجي نعد من 21 لحد 29 اشريم لتسطر 21 22 23 24 25 26 27 28 29 excellent we do it again 30 30 30 now let's count and play 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 40 40 40 it's time to count now 41 42 43 44 45 46 47 47 48 49 49 50 50 50 50 now you can count by yourselves i will write it in comment 90 50 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 90 100 1000 1000 1000 Okay, what about learning more about numbers? Let's learn how to say the first 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 بمعنى الاول You may write it by take ST and put it up the number one طيب حبيبي الحلوين انا قلت ايه؟ انا قلت ان انا ممكن اكتب كلمة the first باختصار اللي هو ازاي؟ اكتب number one رقم واحد واجيب اخر حرفين من كلمة first اللي هي استي واكتبها على رقم واحد من فوق نحية اليمين كده اسمها اول ما هشوفها هقول جيب بمعنى الاول Second 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 بمعنى الثاني بردو نفس الكلام انا ممكن اختصر الكلمة ان انا اكتب number two ومن فوق اخد اخر حرفين من كلمة second يعني اكتب end يبقى انا كده اختصرت الكلمة Third 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 بردو حبيبي نفس الطريقة ممكن اكتب كلمة third اللي هي التالت اكتب رقم ثلاثة واخد اخر حرفين من كلمة third اللي هي rd يبقى انا كده اختصرت الكلمة واول ما اشوفها قدام عيني هارف ان ده الثالث fourth 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 بمعنى الرابع طبعا مش هقول تاني قصة الاختصار الكلمة المكتوبة اخد منها اخر حرفين واكتبهم فوق الرقم fifth 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 خلاص انا كده عرفت ازاي اعمل اختصار للرقم دلوقتي قدامي from five to ten من الرقم خمسة لحد الرقم عشرة حط th فوق الارقم sixth 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 seventh 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 eighth 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 ninth 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 tenth 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 طيب الارقام اللي فاتت دي انا ممكن استخدمها في حاجة لطيفة جدا ان انا مثلا اعبر عن عيد ميلادي طيب أقولها إزاي حقول مثلا على سبيل المثال إن عيد ميلادي مثلا يوم تسعة أربعة سنة ألفين وعشرة طيب أقولها إزاي in English حقول بالمناسبة عيد ميلادي بغض النظر عن السنة وبكده أنا عرضت معظم الأرقام واستخدامتها كمان يلا بينا بقى ندخل على مينس هي عملية الطرح اللي بنقوم بيها بتخفيض الرقم أخلي حاجة صغيرة بشير رقم من رقم أنا عبزت بلاس 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 يعني عملية الجمع يعني بكبر الرقم بضيف حاجة على حاجة وده على عكس طبعا الماينس إيكوال 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 طيب إيكوال بمعنى الناتج اللي بييجي من الماينس أو البلاس تمام؟ العلامة اللي بتكون فاصل ما بين العملية اللي بقوم بيها وما بين الناتج اللي بيطلع تايمز 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 طبعا تايمز بمعنى عملية الضرب اللي بقوم بيها في العمليات الرياضية ودي معناها عملية اسمة الأرقام طيب المنظر اللي قدامي ده اسمه كسر طيب يعني الكسر يعني يعني أقول مثلا طيب الماسس مطلوب من كل طالب يكون عارف الترتيب التنازلي طيب الترتيب التنازلي بالإنجليش اسمه أما الترتيب التصاوجي بمعنى ascending وبكده جاي وقت الهومورك دلوقتي مطلوب من كل واحد يكتب تاريخ ملايده بالإنجليش وحبوس عليها كلها في الكامتس وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو دومتم طيبين يا حلوين واستنوني فيديوها التانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته